السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض نتعلم حاجة اسمع العمود الملفوف العمود الملفوف ده لما بعمله لو هعمله عمودين هيبقى طلالي في الاخر كأنه شكل اكس كده صغيره انا بعمل ايه؟ لو هشتغل عمود عادي هلف لفتي وهنزل في اول غرزة عندي وهطلع عامل عمود كده عادي اخبض من اول اثنين وبعدين من اثنين وبعدين من اثنين طيب لو انا حبيت اشتغل العمود الملفوف هعمل ايه؟ هلف لفتي وبدل ما هنزل في اول غرزة هفوتها وهنزل في الغرزة اللي بعديها واعمل عمود عادي خالص وبعدين هقوم واخدى لفة كمان كأني هشتغل عمود تاني واقوم راجع شغلية في الغرزة اللي انا كنت فوتها كده هو بقى شكل العمود كأنه عامل كروز صغيرة على بعضه عمودين عاملين كروز على بعض طيب هو انا لازم اعمل ده بعمودين؟ لا ممكن اعمل ده باكتر من كده يعني ممكن لو انا مثلا عايز اعمله بعمود جاي كروز يمين وتلات عمود جايين كروز شمالي يبقى هعمل ايه؟ العمود اللي هو هيبقى من قدام هو اللي هيتعمل في الآخر يعني لو انا هعمل التلات عمود وهاخد من قدامهم العمود الراح يمين يبقى هعمل التلات عمود الراحين شمالي الاول يعني ازاي؟ انا هلف لفة وبدل ما هياخد في اول غرزة هفوتها وهاخد في الغرزة التانية وهشتغل عمود التاني وهاخد في الغرزة اللي وراه وهياخد عمود التالت انزلوا في الغرزة اللي وراه كده انا بقى عندي ثلاثة عمود مالين على الناحية الشمالي اقوم في الآخر واخد عمود ودخل بيه في الغرزة اللي انا اصلا كنت فوتها اقوم بسحب الخيط ومريحها لحد اوصل به كده طب انا كده عملت العمود الملتوف بتاعي بثلاثة عمود شمال وعمود يمين طيب لو انا عايزة العكس لو انا عايزة يبقى العمود اللي هو باين من قدام هو اللي رايح شمال والعواميد اللي من ورا هي اللي جايان يمين هعمل اين هبتدي اول حاجة انا الف لفة عمود بس هفوت غرزة واثنين وثلاثة وهدخل في الرابعة واقوم بسحب خيتي بس مريحها على الاخر شده كده لحد ما ارجع به الاخر واقوم مخلصة عمودي كده وبعدين هقوم بسحب عمود ومعدي الخيط من ورا العمود كده ونزل بيه في اول غرزة انا فوتها واقوم عمل عمودي واقوم واخد لفة تانية ومن ورا برضو العمود اللي هو من قدام ده اعدي من ورا كده واقوم نزل لف تاني غرزة انا كنت فوتها واسحب خيتي من ورا وامل عمود وامل عمود تاني وبعدين الف لفة ومن ورا العمود اللي جاي كروس من قدام ده هقوم برضو دخلة فالتالت واخر غرزة انا كنت فوتها واسحب خيتي كده وهو وعمل العمود الاخير وفي الاخر كده هلاقي ان الثلاث عواميد بتوعده والجايين يمين والعمود اللي من قدام هو اللي جايش مال ودي فكرت لامود ملت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة